السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة اليوم بإذن الله فيديو جديد خاص بالأعمال اليدوية قديمة معكم في الأفكار المدرسية سنقوم بإعادة تدوير زوينة بزاف وكتجي رائعة بهاد العلب الشوكولاتة سنصيب واحد لبوتها كالأطفال ياخدوا فيهم القوتة معاهم المدرسة أول حاجة سنحتاجوا كي تشوفوا سنحتاجوا هذه العلب الشوكولات ممكن تستعملوا أي علب ممثلة هادو عندي ديال بلاستيك غادي نحتاج هاد الجلد ممكن تستعملوا التوب ممكن تستعملوا أي شيء إبغيتو أنا غاستعمل هاد الجلد وغاستعمل التوب كذلك غادي نحتاجوا هاد أشكال هادو هادو خضيتهم المقيبطات وهاد القطيطة هادو كتبع للناس اللي كيبيعوا له وزم الخياطة وهاد ليسترس هادو بهاد الشكل هادا بالنسبة لدي يعني كيبقى اختياري غادي تستعملوا الأشياء اللي متوفراندكم مشي شرط تلتزموا بهاد الأشياء اللي غادي نخدم بها أنا وهاد اللي بعد كيجي الشكل ديالهم آني قزوين كيبي قتلكم ياخدوهم لوليدة هكال المدرسة يديرو فيهم القطيطة را كيجيو زوينين ورائعين والأهم أننا كنخدموهم بأشياء غير كارموها هنا غادي نبدأ وأول حاجة غادي نديرو ببيستولي سخن بطبيعة الحال أنا هنا كيكتشوفوا بقى مقتلة مع هاد الخت كي عندو الختش شوية طويل هاد البيستولي ما علينا موهم غادي ناخدو هاد البواط هادي اللي قلتكم عندي ديال الشوكولة غادي نديرو حد الكمية ديال مسدس الشمع من الآلة وغادي ناخد هاد الجلد هاد اللي قطعتو بشكل طولي بها الطريقة كيف قلت لكم أنا غلفت هنا بالجلد لأنه متوفر عندي وكذلك غايجيني سهل الى توسخة هاد البواط ندير فيغي وحد ناخد غيشي فيتها كافزقة ونمسحوه يعني را غايتمسح بكل سهولة سفي احنا يكن نديرو حد الشارط طويل وكم قول السقوه بها الطريقة هادي كنديرو مسدس الشمع من الآلة وحنا كنتبتو في ذاك الشارط ديال الجيل كان عاود ندكر ممكن تعاودوه بالتوب او لا ممكن تخليو لبواط غير هاكو تزينوها لحسب الرغبة انا كيف كان قول ديما كانشارك معاكم غير فكرة وانتو ما يمكن لكم تدفو اشياء ويمكن لكم كدلك تحدفو اشياء سفي نفس الطريقة غادي نكملو هاد يعني هاد اللي سق هادا كندوروه كامل الى هاد الجيلد هادا هكامل الاه احنا كنلسقو كنضغطو مزيان باش كنضمنو انا داك الجيلد كيلسق على هاد العلبة ديال بلاستيك بهاد طريقة كي كتشوفو وكنضغطو عليهم زيان باش كيتثبت وكيشتراسو سفي نفس الشيء غادي نديرو من الجيهة التانية والاخيرة بهاد طريقة هادي حتى هي غادي نديرو فيها هاد موسدس الشامع وكنجبدو هاد الجيلد مزيان باش ما كيجيش مكمش وكيجيشتراسو في الخدمة وكنضغطوه بالنسبة لهاز الزوائد غادي نقطعوهم بالمقص بهاد طريقة كي كتشوفو كناخدو مقص وكنقطعو ذاك الجيلد اللي عندنا زائد باش تجي الخدمة فينيا ومايجيش ديك البلاسة اللي لسقنا فيها يعني النهاية دي الجيلد مايجيش بينها سفيك ناخدو العبار مزيان وكنحاولو انا نقطعو هاد الجيلد هادا وغادي يلسقوها حتى هي بموسدس الشامع ونضغطو عليها مزيان باش كتشد راسها كندغطو عليها باش كيبردش شوية هاد موسدس الشامع وكيشد راسو كيلسق لان دابا كيكتعرفو الحلرة سخون ماكينشفش دغية كياخدو حتى شوية دلوقت مشي بحلمي كيكل بردة كينشف البلاسة سفي بهاد طريقة هانتو ماكيكتشوفو كيجيو الجوانيب ديال هان فينين دابا غادي نجي من الاسفل وغادي يلسق هاد القاعدة السفلة هكا بموسدس الشامع نديرو في الجوانيب كاملين بهاد طريقة هكا كيكتشوفو وغادي نضغطو علي هاد الجوانيب يعني الطريقة راسه لو كيف كان نقول ديما الصورة راها شرحة راسها بلا منزيد نهضر سفي كان نضغطو عليهم زيان بعد كان ناخدو ميقس وكان حدودو كالزوائد اللي عدنا في الاسفل وها هي العلبة واجدة بغيتو تديرو واحد القطعة وتغلفوها في الاسفل ممكن بغيتو تخليوها غيرها كحتى يارا ممكن ماكيجيش بينا نهائيا دابا غادي ندوز باش نغلف معكم الغيطة اللي كان في الاعلى ديال هاد العلبة هادي غادي ناخدو واحد القطعة كذلك من الجلد وغادي ناخدو هاد العلبة يعني نديرو فدوك الجوانب ديالها كاملين مسدس الشمع بها الطريقة كيكا تشوفو كنديرو واحد الكيميالة بأسه بها من مسدس الشمع من الاعلى من الجوانب بربعة وصافي غادي ندوزو باش نلسقو فوق القطعة ديال الجلد بها الطريقة كيكا تشوفو وحتى هي نفس الطريقة كندغطو عليها مزيان باش هاد الجلد هادا كيشد راسو من بعد صافي غادي ناخدو واحد الميقص وغادي نحيدو هاد الزوائد كاملة اللي عندنا في الجلد يعني غادي نغلفو غل العلبة من الاعلى ماديش نغلفو لها تالجوانب بهاد شكل دابا غادي ناخد ليس دراس او لانتوميلا كان عندكم الدونتيل ممكن تستعملو الدونتيل وغادي نغطي بهد الفارغ هادا او لهد الجوانب ديال العلبة من الاعلى العلبة العلوية يعني كان غطيه لهد الجوانب انا استعملت هنا لستراس انتومما يعني بما انها لوليدات من الاحسن انا كم تستعملو شي دونتيل يكون هاكا زويون غايجي شكل ديالها احسن انا غير ما كانش متوفر حتى لستراس ركيجي شكل ديالهم زويون ولكني انا كنفضل لو انا ندرت الدونتيل وهي بنفس الطريقة كنديرو مسدس شمع وكندورو هاد الستراس على الجوانب كاملين بهالطريقة كي كتشوفو دي ما كنديرو الستراس ومضغطو احتهو ماليهم باش كي شدو بلاستهم وصفي كندوزو الجانب الاخير نفس الطريقة احتهو كنديرو مسدس شمع وكنديرو الستراس وها هي الغيطاء دي نحته وراه واجد هنا من الاعلى نفس الطريقة احتهو صفي انا غد نكمل هاد الستراس بقالي هاد الفارغ غنزيد فيه وحد الكيميا ديال الستراس ونطلقو باش نكملو تزين ديال هاد العلبة بعد ما كملنا الستراس غد ناخد هاد القطيطة هادي او لهاد الرسم هاد على شكل قطيطة ممكن تستعملو اي اشكال بغيتو خديت هاد نونوسات صغارين او لهاد دبابيب دبابيب هاد الموتيف هاد ديال دبس غور ديال الديبابا عفوان ديال الديبابا خديتو غيم من البونضة ديال الشعر ديال البنيتة او زولتو منزين بيهم بالنسبال هاد القطيطة هادو رمكي تباعون ديالناس اللي كي بيعوها وزم الخياطة هما نورمال مو كي لسقوها بالحديدة او للميكوات انا بما ان هاد العلبة غنصيبها الوليدة ياخدو فيها القوتة المدراسة يعني بغيت ندير هاد لي موتيف هادو او لهاد الرسم باش يباش تبع هاد العلبة ان هاد الاطفال سافي خديت هاد القطيطة والسقطها في الواسط بها الطريقة او غادي ناخد هادو كالحيت من البونضات اولا من البقيبطات ديال البنيتة الصغار كيكونوا في البقيبطات بزاف هاد ديبابا هادو وغنديرهم بكل جانب غنحطو حيدا به هاد الشكل هادا كيف كنت لكم غير باش نعطوها واحد للمسو باش تبع ان هاد العلبة هاد يديال الاطفال نفس الطريقة نجيو لجانب الثاني وغنديرو هاد الدوب هادا به هاد طريقة هادا هو الشكل دياله وغن الغنزيد واحد الوريدات حتى هما في نفس اللون كانوا عندي وهنا يعني هاد الستراس هادا غنلسقه من الاسفل به هاد طريقة رافي الكولا يعني كالسق الراسو به هاد الشكل كي كتشوفو انا درت الازرق لانان انا غنصيب هالولد ديالي لكن تغدرو هالبنيتات ممكن تستعملوا اللون الوردي هما كيحمقوا على اللون الوردي وبلس هاد القطيطات تستعملوا شي موتيف ديال هالو كيتي او لاميكي ماوس كيجيو الشكل ديالهم زويون سافيو غنجي الجوانب غاد نضيف واحد الوريدات هاكا غري باش نعطيها واحد الجمالية اكتر انا صايب جوج الاشكال ديالعلب يعني ما بغيتش نعود راه نفس الطريقة واخش شكل مغير ولكن الطريقة واحدة غنطلقوا دبا باش نشوفو الشكل نهائي ديالعلبتين اللي صايبت معاكم يعني كيجيو زوينين هاكا تطيرو فيهم تطيرو فيهم القطيطة اللي وليداتكم ياخدوهم معاهم المدرسة كيتبقى شي حاجة اللي هي عملية ويعني هنصايبوهم بواحد اللي بوط اللي كنا غاد يرميوهم هنا هادي بالنسبة لهادي باللون الوردي يعني صايبتها بنص الطريقة غير هي غلفتها بالتوب ووزينتها من فوق هاكا بهاد اللي ستراس هادو حتى هو يعني لا بغيتو تديرو فيها هاد اللي موتيف ديالوليدات الصغر غايكون احسن واجمل انا خدمت غير اللي متوفر عندي وهانتو ما هاكا ممكن تحطو لهم فيها المكسارات او التميرات يعني على حساب الرغبة والحساب متوفر او لالقاطو كيجيو شكل ديالها زوين والبيسكوي وكتحافض عليه وكتصد بهد الغيطاء راه محكم يعني كتصد مزيان وهادي العلبة الكبيرة اللي صايبت معكم حتى هي كتجيزوينة هكا تعطوها لوليداتكم تديرو يعني مؤهديرها كبيرة لحجم ديالها ممكن تحطو فيها الفواكه اللي وليدات لساندويتش يعني شكل ديالها كيبقى كبير وكتبقى شي حاجة اللي هي عملية وحتى الشكل ديالها آنيق وزويون وهذا هو الفيديو دياليوم كانت منينا لإعجاب ديالكم وكانت منينا نكون خفيفة ضريفة على قلبكم ونكون فتكم ولو بالقليل واللي باقي مشتاركش كانت منينا أنه يشترك ويدغط على الزر اشتراك أو لصابوني ويفعل جارس باش يوصلوا كل جديد ودعموني بليجيم واللي عندو شي طالب أو لاستفسار مرحبا بالجميع وشكرا إلى فيديو مقبل إن شاء الله اشتركوا في القناة